موسيقى موسيقى أسيسي وجهه بترسيخ الاعتماد على آليات العمل الجديدة التي تم اتباعها في إنجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية موسيقى التحالف العربي يعلنوا تدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية موسيقى الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالتعاون بشأن أزمة المناخ موسيقى السابع صباحا الخامسة في جريناتش نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي تم اتباعها في إنجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليدي البيروقراطي في التخطيط والتنفيذ بما أدى إلى سرعة وجدارة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع والتحقيق نتائج تنموية تمهد الطريقة أمام مستقبل أفضل جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الأسكان حيث استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان والأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات وتطوير العشوائيات وقد وجه السيد الرئيس بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي تم اتباعها في إنجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليدي البيروقراطي في التخطيط والتنفيذ بما أدى إلى سرعة وجدارة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وتحقيق نتائج تنموية تمهد الطريق أمام مستقبل أفضل وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة عرض السيد وزير الإسكان الموقف التنفيذية للمرافق والمنشآت والخدمات بمدن أسيط الجديدة وأسوان الجديدة والمنصورة الجديدة فضلا عن أعمال التطوير الجارية بمدينة أسيط كما تم استعرض الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية وكذا الحي الحكومي والمال والأعمال والمنطقة المركزية والنهر الأخضر فضلا عن برامج سكن العاملين بمدينة بدر كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا كما اطلع السيد الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى بما فيها تطوير حي السادس من أكتوبر وكذا تنمية جزيرة الوراق والتطوير الشامل للقاهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطبع معماري عريق ومتكامل الخدمات خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفستات بمصر القديمة فضلا عن عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون وكذا مثلث ماسبيرو إلى جانب إقامة مشروع ممشى أهل مصر المطل على النيل وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منطقة حديقة الفستات في مصر القديمة وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وزيادة نسبة المسطحة الخضراء ولتتكامل على نحو النموذجي مع التطوير الذي تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية فضلا عن المشروعات الجارية لتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بقيام كافة الجهات المعنية بإعداد برامج للمتابعة والتنمية المجتمعية لكافة المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية إلى تلك الوحدات السكنية كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مشروعات وزارة الإسكان الخاصة بتنمية الصعيد بالإضافة إلى الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية خاصة قطاعات الطرق والمحاور ومياه الشرب والصرف الصحية أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تسابق زمن للانتهاء من أعمال التوسعات والتطوير للطريق الدائري باعتباره شريانا مروريا حيويا يربط محافظات القاهرة الكبرى وخلال تفقده أعمال التوسعات والتطوير بالطرق الدائري بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول مئة وستة كيلومترات أشار مدبولي إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال يأتي في إطار ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة الالتزام بالبرامج الزمانية لأعمال التوسعات وجودة التنفيذ مع مراعاة صرف التعويضات الملائمة لأصحاب العقارات والمنشآت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 544 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ذلك بعد تلقهم رعاية طبية لازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162 714 حالة حتى اليوم أوضح دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للأعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أعلن أنه تم تسجيل 845 حالة جديدة لافتا إلى وفاة 41 حالة جديدة هذا ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 215 484 من ضمنهم 12 694 حالة وفاة شركة مصر في الاجتماع السياسي رفيع المستوى والذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك حول اللقاح الجميع عن طريق الوسائل الافتراضية هذا وألقى سمح شكري وزير الخارجية المصري كلمة أكد فيها أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات وتطرق أيضا إلى القيود التصديرية التي طبقت على الشركات المصنعة وهو ما أدى لاستثار دول مرتفعة الدخل بالأغلبية العظمى للإنتاج من اللقاحات ودعا أيضا إلى ضرورة الاستمرار في توفير الدعم المالي للمرفق العالمي للنفاذ للقاحات وكذلك دعم الدول النامية صحبة القدرات التصنيعية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات أثار إحصاء لرويترز أن أكثر من مليون أو 140 مليون و180 ألف نسمة قد أصيب بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وبحسب الإحصاءات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 3 مليون و142 ألفا وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات الإصابة في الصين في ديسمبر لعام 2019 قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الوقاية منها أن السلطات الصحية توزعت أكثر من 264 مليون قرعة لقاحات واقية من فيروس كورونا في أنحاء البلاد أعطت منها 250 مليون وتسعمائة ألف قرعة هذا وأوضحت المراكز وأن القرعات الموزعة من لقاحات فايزر بايونتك مودرنا وجونسون ان جونسون أعلنت وزارة صحاب البرازيل تسجيل 67636 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب الفين وتسعمائة وتسع وعشرين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا أضفت الوزارة إلى أن البرازيل قد سجلت أكثر من 13 مليون وتسعمائة ألف إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 371.678 حالة وفاة ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 4157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمسمائة وخمس وثلاثين وفاة بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المكسيك أكثر من مليونين وثلاثمائة وأربعة آلاف حالة إصابة بينما وصل عدد الوفيات إلى مائتين واثني عشر ألفا ومائتين وثمان وعشرين وفاة أعلنت الحكومة الفرنسية أنه سيتم تطبيق الحجر حجر صحي ألزامي لمدة عشرة أيام للمسافرين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا في مواجهة القلق بشان تسارع معدلات تفشي فيروس كورونا وكانت سلطة الفرنسية قد أبقت على الرحلات الجوية مع كل من الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا بينما أعلنت تعليق الروابط الجوية مع البرازيل للحد من انتشار الفيروس لكن سيتعين على المسافرين من هذه البلدان الأربعة الآن الخضوع لعزل لمدة عشرة أيام مصحوبة بتقييد أوقات الخروج قال التحرف الدولي أن ضحايا الهجمات المتصاعدة في فترة الأخيرة ضد قوافه لوجوسية في العراق هم عراقيون وليسوا من القوات الأمريكية وأضاف المتحدث باسم التحالف في العراق وإنمرت أن المعدات التي يتم نقلها تابعة لقوات الأمن العراقية وهي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وحماية البلاد مضيفا أن كل هجوم ضد حكومة العراق والتحالف يقود سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون أعلن التحالف العربي في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية هذا وأضاف التحالف في بيان أن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية كما تابع البيان أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوفق مع القانون الدولي الإنساني طلبت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي موقف حازما ضد قوات الحوثي لوقف تهديدهم للاستقرار في اليمن وقالت الخارجية اليمنية أن الحوثيين لا يهتمون بالاتفاقيات والمواثيق الدولية مضيفة أنهم سيظلون مصدرا لتهديد استقرار اليمن والمنطقة يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استعادة قرية زبيدة من قدة الحوثيين إثر مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزيد الحد الأقصى لعدد لاجئين المقبولين في الولايات المتحدة هذا العام لأكثر من 15 ألفاً تصريحات بايدن جاءت مع تصاعد الانتقادات بعد توقيعه أمراً لتمديد السقف الذي حدده الرئيس السابق دونالد شامب قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعارض الروسي المسجون ألكتي نافالني يعيش في وضعاً غير عادل على الإطلاق ورداً على سؤالاً في شأن تدهور الحالة الصحية لنافالني قال بايدن أنه لا يمكن القبول بما يعانيه المعارض الروسي وكان أطباء مقربون من نافالني قد طالبوا في وقت سابق بالسماح لهم برؤيته فوراً مؤكدين أنه قد يصاب بسكتة قلبية في أي لحظة دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا مبدياً استعداده لفرض عقوبات حال أبدأت موسكو سلوكاً غير مقبول وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه شبكة سي بي أس الأمريكية أنه يفضل إقامة حوار بناء مع روسيا حول ملفات عدة على رأسها أوكرانيا إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن العقوبات تشكل الطريقة الوحيدة لتكون ذو مصدقية تعهدت الولايات المتحدة والصين بالتعاون بشأن قضية تغير المناخ وذلك في بيان مشترك صدر عقب زيارة المبعوث الأمريكي جون كاربي إلى شانجهاي جاء في البيان المشترك والذي وقعه كاري ونظيره الصيني أن الولايات المتحدة والصين تتعاهدان بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول أخرى لمعالجة أزمة المناخ التي يجب التعامل معها بالجدية والاستعجال الذي تتطلبه أعلنت تايلند أن رئيس المجلس العسكري في مايامار من أونغ هلينغ سيحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا والتي تستضيفها إندونيسيا في الرابع والعشرين من أبريل في أول رحلة خارجية له منذ توليه السلطة في الأول من فبراير الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلندية أن عدد من زعماء آسيا العشرة منهم قائد مايامار سيحضرون الاجتماع في جاكرتا أظهرت نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات في تشادن رئيس دريس ديبي يحقق تقدما كبيرا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الحادي عشر من أبريل بما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ ثلاث عقود ووفقا للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات فإن ديبي فقد فاز بالأغلبية في خمسين من بين واحد أو احدى وخمسين منطقة أعلنت نتائجها أعلنت حتى الآن مشيرة إلى بقاء احدى وستين منطقة أخرى ودعت المملكة المتحدة الأمير فيلي في مراسم مقتضبة بحضور الملكة إلى زبة ثانية وأفراد العائلة هذا واقتصرت مراسم التشيع على أفراد العائلة الملكة والمقربين جراء الإجراءات الاحترازية لكورونا حيث صار أبناء الأمير الراحل الأربعة شارلز وآن وأندرو وإدوارد خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له يرافقهم حفيداه وليم وهاري في مراسم احتفالية تماشيا مع رغبته ودعت المملكة المتحدة الأمير فيليب بحضور الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة وبعد زواج استمر لأكثر من سبعة عقود تقدمت ملكة بريطانيا جنازة دوق إدنبرا في مراسم احتفت بماضيه في سلاح البحرية وإرثه العالمي وسبعة عقود من الخدمة ساعد خلالها الملكة في اكتياز أزمات عديدة الملكة التي ارتدت الزي الأسود وقفت وحيدة وهي تتابع إنزال نعش زوجها في القبو الملكي بكنيسة سان جورج التي يعود تاريخها إلى عام 1475 مراسم مقتضبة ميزة الجنازة حيث شارك عدد محدود من الأشخاص في تشيع الجثمان بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا كان في مقدمتهم الأمير تشارلز وابن الأميران ويليام وهاري فيليب الذي تزوج إليزابيث عام 1947 ساعد الملكة الشاب أنذاك على تكييف النظام الملكي مع العالم المتغير في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في وجه التحديات التي تعرضت لها العائلة المالكة الأبرز على مستوى العالم بعد فقدان الإمبراطورية وتراجع مكانتها نفى المركز الإعلامي المجلس الوزراء شائعة حول اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألمونيوم بنجع حمادي أوضح المركز أنه جار تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألمونيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الوزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية ذلك بطاقة 250 ألف طن من الألمونيوم على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة أقامت أسرة الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد مراسم العزاء في بهوي مؤسسة الأهرام بوسط القاهرة كان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الرئيس السابق المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام قد تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحدى المستشفيات لتلقي العلاج وتوفي عن عمر ينهز 86 عاما الحجد الكبير اللي احنا شايفينه من زملاء وتلاميذ وأصدقاء الأستاذ مكرم محمد أحمد جاءوا جميعا يقدموا واجب العزاء واجب العزاء في قيمة صحفية وإعلامية كبيرة جدا جدا رمز من رموز الصحافة ورمز من رموز الإعلام كان معروف عنه التوضع الشديد الأستاذ مكرم كان دائما متواجد ما بينه في انقبط الصحفيين بيحارب معاركنا وبيدافع عننا وكان هدف الأولى الأخير رفع كرامة الصحافة في السماء والدفاع عن كبرياء وكرامة الصحفيين فقدنا فارس من فرسان الصحافة المصرية فقدنا شيخ الصحفيين المصريين يمكن أنا كنت أعرفه من فترة مش كبيرة قوي ولكن اتعاملت معه على المستوى الشخصي كان مثلا على سبيل المثال أديك مثال صغير كنا في إحدى الندوات وهو كان رئيس المجلس الأعلى للإعلام والغريب أنه كان معه النوتة ومعه الألم وبيسجل كل حرف كأنه صحفي مبتدى ديت أنا بقولها رسالة لجميع الصحفيين شوفه وصل لأقصى درجة ويعني الألم هو بيحترم الألم وبيحترم الكلمة وبيقدس العمل الصحفي لآخر وقت أستاذ مكرم كان أهم كتاب الأهرام من فترة طويلة جدا على مدار 65 عاما كان هو صحفي الأبرز والأهم في مصر وفي العالم العربي هو تاني أهم صحفي بعد الأستاذ هي كان رحمة الله عليه ده بيته ده داره اللي اشتغل فيها واللي عمل فيه أهم خبطاته صحفية واللي رجع لها تاني بعد ما تولى مؤسسة در الهلال ورئيس تحرير المصور فترة طويلة رجع كاتب صحف في الأهرام لم تشغله المناصب الإدارية عن أنه يبقى صحفي فكان صحفي من طراز رفيع ونقابي من طراز رفيع يصدي فريق الزمالك غريمه والأهلي اليوم في مباراة مؤجلة من جولة الرابعة لدور الممتاز يبحث كل الفريقين عن الفوز للاقتراب من لقب المسابقة مؤجلة الدولية على موعد مع مباراة مثيرة بين الأهل والزمالك في القمة رقم 121 ضمن مؤجلات الجولة الرابعة بالدور الممتاز الفارس الأبيض يدخل مباراة بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخروج من دور أبطال إفريقيا كما يريد الثأر من الهزيمة الأخيرة له أمام الأهل في نهاء دور أبطال إفريقيا الماضي واللي استمر أيضا في صدارة جدول الدوري بحثا عن لقبه الثالث عشر وفي المقابل يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات عالية بعد التأهل لدور الثمانية في دور أبطال إفريقيا ويسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري للعودة إلى القمة ولكنه سيعاني بشكل كبير بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا وستفقده العديد من العناصر الهمة في مباراة القمة الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث وثلاثين نقطة من أربع عشرة مباراة حيث نجح في الفوز في عشر مواجهات وتعدل في ثلاث وخسر في مباراة بينما يمتلك المارد الأحمر سبع وعشرين نقطة من إحدى عشرة مباراة بعدما فاز في سبع لقاءات وتعدل في ثلاث ولم يهزم حتى الآن بصافرة تحكيم مصرية تنطلق مباراة القمة وذلك بعدما أصدر اتحاد القرى بيانا أكد فيه موقفه والتمسك بحكام مصري لمباراة القمة وإقامة المباريات في موعدها المحدد حفاظا على استقرار مسابقة الدوري وإنهائها يوم الثلاثين من سبتمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة وهذا تذكير بعنوينها الرئيس سيسي وجهه بترسيخ الاعتماد على أليات العمل الجديدة التي يتم اتباعها في إنجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية الولايات المتحدة والصين تتعاهدان بالتعاون بشأن أزمة المناخ ختاما نحيط على المساعدة المشاهدين بأن تردد أكسر نيوز الجديد و11 785 معدل الترميز 27500 معامل استقطاب رأسي كنت معكم أنا فيروز مكيد ومتم سالمين